السلام عليكم ورحمة الله وصفة اليوم لزليف او بوزلوف اللي هو رأس الخارف على طريقتي جيبنينا بزاف هذا الزليف راهم شوط من قبل ومقطع ومخسور بالماء الساخن لعدة مرات ثم بالماء البارد كذلك لعدة مرات خسلته مليح وقطعته الى قطع صغيرة وحبيت شارك معكم الوصفة كيفاشن طيبه في الاول عملتو في كوكوت مينوت وعملت معاه الحمص وراني نزيد عليه الماء الان ونزيد كذلك نصف ملعقة من الملح على حسب الزليف الكمية اللي تكونوا ماشيين تعملوها زيت كذلك فصوص من التوم والان نغلق عليه لمدة لا تقل عن الساعة وهو يطيب نخلي وهي يطيب على خاطره حتى يطيب مليح مردت عليه حوالي ساعة وخمسة واربعين دقيقة أنا نحبه طيب مليح لذا نخليه يطيب على خاطره نحبه يزول بسرعة من العدم الكرعين قسمتهم هاي دا كما كم تشوفوا على زوج اما القطع الاخرين نحي منهم العدم كامل مخاص يقعد العدم نحيو كامل العدمة ونقطعوه إلى قطع يكونوا صغار نمروا الآن للمرحلة الثانية متاخدتوا الوقت بزاف اللي هي لسوس طماط نعملو حوالي ملعقة من الزيت وسكرفجت حبتين من الطماطم مع فصلتهم ونخليهم يتقلوا ونما يتقلوا ونزيد عليهم قطعتها الزليف ونزيد الماء اللي طيبت فيه في الأول الزليف راني نصفي هاي دا في حالة ما يبقى شي عدم نعاود نحيه ننقي كامل هذوك العدمة كما نكتوفوا لي طاحهم الحمص ونعاود نرد الحمص مع الزليف زيت فلفل أحمر كمون رشام نالكمون وفلفل أسود كذلك ونخليها حتى تتجمر ممكن نزيدوا ملعقة صغيرة من الطماطم من مركزة خليتها تغليحة اللي تجمرت ملح عدت فتع لها النار في الآخر نزيدوا لها الرشام هنا المعدنوس يجي رائع جين بالنتاعو ما تشباش منها البنات اللي طيبوها هاي دا يكتبوا لي لتحت في التعاليق أما اللي طيبوه طريقة واحد أخرى كذلك يكتبوا لي لتحت في التعاليق هذا الشي يهمني بزاف إذا عجبتكم الوصفة عملوا لي لايك واشتراك فعلوا الجرس ليسي لكم كل جديد إلى فيديو آخر إن شاء الله دمتم في رعاية الله وحبته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة